وننتقل العام 1913 في العام ده حدثين مهمين جدا الحدث الاول جه في محضر جلسة 14 فبراير 1913 لو فكرينها في الجلسة دي كان اول مرة تفكر اللاجنة العليا للنادي الاهلي في دخول المرأة لمشاهدة حفلات النادي الرياضية والثقافية والفنية وزي ما تابعنا في حلقة سابقة ان عمر بيكلوتفي اقترح في جلسة 13 ديسمبر 1907 تعيين يوم في الاسبوع او يومين لدخول السيدات ليس الا وقلنا ان اللاجنة العليا للنادي الاهلي قررت تأجيل النظر في اقتراح عمر لطفي بيكل لجلسة اخرى لان ظروف المجتمع في الوقت ده فرضت تأجيل دخول المرأة للنادي لوقت تاني وتحقق حلم عمر بيكلوتفي جزئيا عام 1913 وكان قرار اللاجنة العليا في جلسة 14 فبراير 1913 ما يلي ان تكون حفلة الالعاب البلدية التي قررها النادي يوم الاحد 16 مارس 1913 وان تقام حفلة مثلها للسيدات في يوم الاثنين 17 مارس 1913 وفي الجلسة اللي بعدها جلسة يوم الجمعة 21 فبراير 1913 قررت اللاجنة العليا ان تقام الحفلة يوم الجمعة 21 مارس 1913 الساعة الثالثة بعد الظهر بدلا من الاحد 16 مارس وضم الحفلة التي كان تقرر اقامتها للسيدات الى هذه الحفلة واجعلها حفلة واحدة مع تخصيص مكان للسيدات وباب خصوصي يدخلنا منهم ليه بنقول ان حلم عمر بيك لطفي تحقق جزئيا لان دخول المرأة النادي منتصف العقد الثاني من القرن العشرين ما كانش في اطار ضمها كعضوة بالنادي او لممارسة الرياضة وده اللي كان عمر بيك لطفي عايز يعمله من البداية قرار اللاجنة العليا كان السماح بدخول المرأة النادي لحضور الحفلات الرياضية والثقافية والفنية بتذاكر وحنشوف بعد كده ازاي المرأة دخلت النادي فعليا كعضو مطلع العشرينات من القرن الماضي جلسة يوم الجمعة 21 فبراير 1913 ابرزت كمان الدور المجتمعي للنادي الاهلي وازاي اعضاء اللاجنة العليا كانوا حرصين على دعم فقراء الشعب فقررت ان يخصص 10% من صافي ايراد الحفلة للفقراء والمعوذين الاهلي كان حريص دايما من اول ما تأسس والحد النهاردة على اداء دور المجتمعي وكلنا عارفين انه في نوفمبر 2020 اشهر مجلس ادارة النادي الاهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب مؤسسة الاهلي للتنمية المجتمعية استمرارا لدور بدأ منذ تأسيس النادي الاهلي للرياضة البدنية اشهر مجتمعي